تنظيم داعش يدعي الاسلام من اللي انذبح على ايد داعش غير المسلمين وحصرنا السنة هو يقول لك احنا جينا لنصرة اهل السنة روح خيو وشوف بالعراق وبسوريا من اللي انذبح انذبح شوعة انذبح يهود انذبح اسرائيليين انذبح ما انذبح هم من اللي انذبح هو السنة اطفال نساء تفجيرات يعني شوف هسه مثلا في الفترة الاخيرة من يومين بل حسك صارت انفجارات انفجارين من اللي راح فيهم ما راح فيهم لا جيش نظامي كل اللي راح فيهم اطفال ونساء ومدنيين ابرياء ان هذا التنظيم المتطرف لا يفرق بين مكون او اخر فهو يرتكب الفضائع ضد كل من يحاول معارضة او مخالفة سياسته حيث نالت عناصر التنظيم من العوائل السورية وقتلت وشردت ابنائها دون ما ثمن ان كون داعش تنظيما سنيا من حيث الافراد ومن حيث الفقه لا يجعله نصيرا لاهل السنة ولا ممثلا لهم شهادات حية من ابناء العشائر العربية السورية التي تصدت للتنظيم ورفضت قطعيا الانضمام الى صفوفه وضحت بالغالي والنفيس من اجل القضاء عليه فات علينا التنظيم الارهابي تنظيم داعش يعني فوت انه بدنا ناخذ المنطقة وبدنا ناخذ يعني بدنا ناخذ المنطقة قلنا حاربنا داعش باللهنا محاربين داعش 13 يوم راح منا تقريبا شيء 30 مقاتل 40-30 مقاتل راح منا يعني بل معركة هذا وتشهد الساحة السورية تزايدا ملحوظا في اعداد المقاتلين من ابناء العشائر السورية الذين يواجهون داعش للدفاع عن الارض ولمنع نفوذ هذا التنظيم من التمدد واشتياح مساحات اوسع من الاراضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر